السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم جميعا على قناة شروحات الوردة أرستانة ورجعنا لكم بفيديو جيد وفيديو اليوم رح نحكي عن عمال الشبكة الاجتماعية حيث للصبر حدود عمال الشبكة الاجتماعية يشعرون بالإهانة من شهر مارس صدر قرار رئيس عبد المجيد تبون لماذا لحد الآن يتقاضون الراتب 540 دينار جزائري حسوا بهم أين العدل حيث تم تسوير جميع القطاعات إلا قطاع عمال الشبكة الاجتماعية حيث المستفيدين من منحة البطالة كل شهر يدخل لهم الراتب مقارنة مع الراتب الشبكة الاجتماعية أين هو العدل حيث أنه تم تغيير في القرار الذي صدر مؤخرا وهو دخول الراتب في 15 أوت حيث تم تأجيله إلى الشهر ستمبر حيث تمت فرحة كبيرة لدى عمال الشبكة الاجتماعية بدخول شهر أوت ودخول 15 أوت لكي يتقاضوا الراتب الجديد مع الإضافة إلى الأثر الرجل إلا أنهم يتفاجأون بالقرار وهو قرار آخر وهو التأجيل في الراتب والتأجيل في القرارات التي تخص العمال الشبكة الاجتماعية أتمنى من السلطات التسريع في عملية صبع الرواتب الجديدة الخاصة بعمال الشبكة الاجتماعية لأنهم يعانون بصمت كبير لكن للصبر حدود مع نهاية الفيديو لا تنسى تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من قناة الشروحات الوردة أرستانا سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة